سمعت انت استهدت قوي من المشهد اللي حزف المشهد الجنسي في مسلسل محمد رمضان المشهد اللي حزفوه بعد كده مع وفاء عامر يعني ده انا ما تفرقتش ولا قلت ولا استهدت من الآل كلام ده هو مشهد محزوف يعني لا لا ما شفتش خالص خالص من الآل انت في طول حياتك لما يبقى في مشاهد ايضا انت كنت بترفضي تماما طبعا المشاهد حتى اللي فيها مشاهد عطفية حتى تؤدى بشكل خالص طب والمخ جدا ما يقولكيش ده يخل بالعمل لا والله عجبه عجبه مش عجبه هو حر يعني انا اعتقد وفكرة كويس قوي لما جيت عمالة خدعتني امرأة وكان فيه مشهد الغلطة اللي هي بتغلطها اللي هي بتاع صاحبة المسبغة دي اللي هي عواطف مع حسين فاهمي فلما قررت السيناريو لقيته قلت له ايه ايه ده ايه ده انت جيب السيناريو ده غلط مش لي قال لي ليه قلت له لا لا انا ما قال لي طب بس اهدي اهدي ايه دي والله العظيم انا فكرة كويس قوي جاني البيت الله يرحمه يعني كالرجل جميل قوي سيد تنطوي فطول لا انا مش هعمل خد خد السيناريو ومشي مش عايزيها لا 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 معا مش هانا ايه ده ايه ده المفروض فيه سقطة اخلاقية تحصل فهيعمل تبه هيعملها ازاي لا هو بقى بصراحة تصرف بذكاء وعدت انا وهو والستاذ حسين فاهمي برضو حسين في الحقيقة راقي جدا ومتفاهم احنا بنقدم فن راقي ما ننفعش نقدم فن مبتزل فقلت له طب انت هتعمل ايه قالت طب ممكن تسيبيني اتصرف قلت له لا اشوفي الاول انت هتعمل ايه وطلبت ان يكون اول مشهد مشهد الزلة اللي هي اللي هي الغلطة اللي غلطت الغلطة تكون اول مشهد اول مشهد عشان تحددي تكملي عشان احد ازا كنت هكمل ولا همشي فلقيته في الحقيقة عمل المشهد بطريقة كويسة وانا كنت يعني لحد ما ارتضيت عنها ولقيته بقى بيجيب الازازة البلورية ديوبي لفها وخلاص كإن الغلطة لكن لا هو قربلي ولا انا قربتله ولا التلام تبقى خالص مفيش ممنوع يا انت فانا بتعملي المنطقة ملغمة ممنوع الاقتراب اه انا كان سامير صبر الله يمسي بالخير كان مرة ففي فيلم بترشح قال لهم لا 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 حاجب لكم لسة ممنوعات ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا مش هترضى مش هترضى انا بقول لكم انا سامير صبري مش هترضى مقدما كده مش هتوافق على ده انا عملت لي في الحقيقة لان انا اصلا امي كانت صعب او الله يرحمها وكان والدي كمان اصعب يعني متربنا تربية احنا اصلا 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 طبعها ديني يعني فيه تقوس كده معينة ما احناش اخوان ولا الكلام ده كله لا وهو وهم يعني هو الدين قاصر على الاخوان لا طبعا وانت من اشد الذين واجهوا الاخوان كمان اه طبعا الحمد لله يعني اطربنا كويس اطربنا صح اطربنا على الصلاة وعلى الصوم وعلى العبادة وازاي يعني اكتسبنا حاجات من اهلنا حاجات حلوة بس ما قالوا الكيش لما تدخل الفن بقى ده الفن حرام ازاي تدخلي وازاي لا هو اول ده اللي ارحمه كان منح حكاية الفن دي خالص فقلت له انا هطلع مزيعة اما جيت او دحكت عليه بس اللي ارحمه بقى يا ربنا يسامحني فقلت له انا هطلع مزيعة مش هطلع ممثلة وفعلا كان في نيتي اطلع مزيعة ولكن اما دخلت المعهد العالي للفن المسرحية وتخرجت لقيت بيخطفوني المنتجين يعني انا فتك الأستاذ نور الدمرداش اما جي يعمل دانا العزراء كنت انا في قولة معهد تقريبا او سنة تانية وجي اختار اختارني انا قاله دي اللي تعمل سوريا فمثلت المسلسل كان عشر حلقات هما كانوا عشرين حلقة عملت من اول الحلقة العشرة للحلقة العشرين ونجحت وقاله بس ده في ايه بنت جديدة كويس وجي جديد ساروخ قاله ساروخ والله باللفز ده فقلت طيب الحمد لله فبتدت بقى اشتغل وبتدت وان كان برضو كانت لست في وداني كلمة ان انا اطلع مزيعة علشان ابق انا وعدت والدي ومجذبتش عليه ولكن الفن خدني بقى التمثيل بيت اطلب يعني بقيت مخلوبة جدا يعني كان فيه فترة يقولك لا عفافش عيب دي نمبر وان مع علمهم التام انه احيانا فيه البهارات التوزيع دي والشباك والتجاري انه لازم فيه مشهد او اتنين وهم عارفين ان عفاف جفة تماما ولا هيبقى فيه لمشهد خالص بالمرة هم اخدوا ان ايه قولك هي بتقدي كويس بتمثل حلو الناس قبلها على الشاشة انا قابلني من سنتين كنت معزومة في احدى الصفارات في مصر هنا وقابلت رقيب سعودي قال لي يا استاذة عايزة اتكلم معاك اطوله اتفضل قال لي انا فلان فلان رقابة سعودية في التلفزيون اطوله اهلا وسهلا زي حضرتك قال لي عايزة اقولك على حاجة اطوله اتفضل قال لي كان اي حاجة فيها عفاف شعيب اطوله اعرض بدون مشاهدة اه لانه عارف ان انت رقيب نفسك اعرض بدون مشاهدة لان احنا جت علينا فترة اما كنا في الاول خالص في السبعينات يعني من نص السبعينات تقريبا وكنت لسه صغيرة كنت لسه متخرجة طبعا يعني انا عجزت دلوقتي اه لا لا انت شباب دائم اه لا شبابي خلاص بقى لا 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 شباب دائم فكانوا ممنوع لبس القط العريان مفيش لبس القصير مفيش مفيش مشهد يبقى واحد بيحب واحدة افتزنه لازم يكون انتزنه مليان علشان يبقى فيه كمحارم يعني اه 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 تفهمني وبعدين واحده خطبته مثلا في البيت جي مثلا خطيبي جي في البيت كويس فما ينفعش قاعد معا الوحدي لازم يا اما الام يا اما الشغالة يا اما الاب يبقى قاعد كده وبيبص ويقول من بعيد ده في تلفزيون مصر في تلفزيون المصر دي قواعد في كل القنوات في كل المحطات دي دلوقتي بنشوف المسلسلات بتجوز وبعد ما بيخلفوا اه تخيل مش يخطب بقى والعيلة قاعدة اه لأ حاجات كتيرة بعد ما يخلفوا كمان يمتدوا بقى يجوز الفقرات حاجات كتيرة بس الحمد لله يعني يعني انا بعتبر نفسي قضيت فترة جميلة في الفن حقيقي وان شاء الله ده ده هيستمار خلينا بقى دخل في نعناعة في فوق السحاب المسلسل اقولك يعني فيه متابعة مهمة جدا لي بس هل انت شايفة يعني فيه اتهام يقولوا عفاف شعيب بتروج للدجل والشعوزة وإبراهيم ناصر للحشيش اولا انا اللي بروج للشعوزة ولا قصب بتاعت شعوزة دي ست من الكرآن وبتتكلم بتدافع عن حقوق الغلابة بتجيب حق الغلابة يعني واحدة زي عيشة دي اللي هو اللي متجوزها محمد محمد عبد العزيز اللي هي عزة مجاهد ومتجوزها فواحدة فيهم عملاله عمل فالبنت الشغالة اللي عندهم اللي هي عيشة البنت اللذيذة الجديدة عايدي دي عايزي يعني غلوش عليها وكده وعايزي بتطلها لقوضة ومعرفش ايه فبتروح تشتكل تشتكل نعناع بتقولها طيب فبيتجنينه بقى بتخليه تجنن بتخليه ايوة بس ده تعبير عن قدرات انت بتمتلكيها الى حد خلينا شوف بعض المشاهد اللي اثارت جدد انا موقع التوصل زي حادث العرب التاكسي اللي هو التاكسي اللي اتعامل معاك وحش فانتي خبطي عين فدخل في الحيطة يعني نشوف هو استفزها برضو دا دجل وشعواز لا ولا دجل ولا شعواز هو استفزها برضو ماشي استفزها لكن انا هقول للناس انه هل يمكن النعناع انها تملك كل هذه القدرات انها بخبطة عين تخلي العربية تخبط في الحيطة وتئز البشر حتى لو بتاخد الحقوق يبقى هنا دا تسويق للدجل والشعواز لا لا انا ولا احب الدجل ولا الشعواز ولا ليه في الكلام ده خالص ولا عمري مشيت فيه ولا حتى في الاجتماع ولا في الاعمال ولا في الحاجات لا اعوذ بالله لا 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 ماليش انا في الكلام ده خالص بس الحاجة نعناع بتعمل كده طول الوقت في المسال لا مش طول الوقت على فكرة هي بس فيه حاجات كده يعني لا يا مشهد التاكسي ده تقنعين مهو ده ده تعبير عن انك وكأنك تملكينك قدرات استوريلا هي عندها قوة خارقة برضو هي مهش سهلة هي في الحق بتعرف تجيبه ازاي مهو مش هتعرف تجيب حققالب كده هي دي شخصية كده هي دي نعناعة يعني اه بس مهو مهو كأنك بتقولي للناس ما تكون عندك مشكلة روح للي زي نعناعة ما هو تلاقي الناس لك اما في حد كده برضو اه ما اقول لا انا ما عرفش وانت طبعا تستطيع في ناس كتير في ناس لك الشيخة مبروكة والشيخة مش فاهم ايه وواحدة عايزة تخلف ما تروحش للأطباء وتروح للشيخة لا كل ده لا اعترف بالكلام ده لا لا اعوذ بالله لا ده كده ده يعني بيتعدوا حدود الله الصغف الله العظيم فيش الكلام ده لا يعني انا ضد الكلام ده بصراحة طب ما حسيش ان المسلسل انه دور نعناعة بي طيب خلينا شوف مشهد تاني لي اللي هو العمل بقى المتعلق بالجواز يعني نشوف المشهد وحندخل كمان على اللي عايز يكسب كمان يعني احد الاندية عايز يكسب بيلجأ لك رئيس نادي علشان تخليهم يكسب طب والله انت طب انت بتتحكي ليه انا انا مكنش متخلين ان الدور حيامل حالة مع الناس كده بامانة والمسلسل كمان حلو وشادت مع الناس قوي وعليه نسبة مشاهدة عالية جدا بامانة طبعا لا يعني يعني انا ممكن مش عايز اقوله عشان محدش يزعل مني انا معرفش مسلسلاتي التانية ولا شوفت حاجة بس ده يعتبر نمبر وان ملاش ماء رقم واحد دي لانه كل الوقت بقوله انا رقم واحد طيب احنا برضو رقم واحد ان شاء الله لكن هنا تسلمي على العريس يصبح بالتعبير الشعبي مربوطا يعني عاجزا عن اداء واجباتي الزوجية الحقين يا يا ماما هكذا قال هو عيل كمان ابن امه اصلا ده هي كمان راحة من غزة منه لانه هي كمان نهال عمبر في المسلسل طلع قاسية جدا وبتعمل بتسكن المعلاء عشان تحرق البنته وبتتهمها بسرقة الدولارات والبنت بريئة تماما فحبت تاخد حقها بقى قالت بقى استباقك انا هروح بقى اشوفي حكاية الرجل ده خليه بقى يعد جنبهم يعني اه بس انت اي طبيب نفسي وكل يعني رجال الدين والاطباء حتى يقولك انه المشاهد دي خطل انها بتبين للناس انه فعلا في حد يمكن ان يتم ربطه مع انها حالات نفسية والعلم والعقل والدين لا يعترفون بذلك يعني فانت هنا بتصوّق لده انا معرفش بقى بصراحة انا عملت الدور وانا حبيته